صالح مشارقة الصحفي في الحياة الجديدة أهلا بك أهلا وسهلا وحديث البلد فتح وأجنعت فتح وانقسامات حركة فتح حركة فتح الآن حركة واحدة؟ لا حركة فتح الآن مجموعة من التيارات التي تتبعثر ولكن حتما ستجتمع تحت كبة البرلمان موحدة في اتجاه هوية فكرية صنعتها من حوالي 6 عقود هذا مثل ما توحدت عام 2006 وخسرت أمام حماس أنا من الأصوات التي تقبل بتشضي فتح على اعتبار أن هذا التشضي بات حتمية ديمقراطية على حركة فتح قبل أن تدخل المرحلة الأخيرة من الانغلاق وأن تكون حزبا كبيرا لا تيرات فيه أنا برأيي أنه هي ليست لديها الفكر الديمقراطي الذي يكفيها لكي تصنع الانتصارات بسهولة في المعركة إلى البرلمان ولكن تشضيها قد يفتح لها إمكانية الحصول على كل أصواتها من منتسبيها بهدوء أكثر من الكلاسيكية السياسية التي تدعي أن الوحدة للفصيل السياسي هي الأهم الوحدة للفصيل السياسي في مصر وفي العالم العربي قادت إلى حزب واحد مؤحد وقاد الناس إلى الاستبداد قد تكون مقدمة الانفكاكات والانشطارات داخل فتح مقدمة لحياة ديمقراطية داخلية وهذا تفسير من منظور أعرف أن الناس لا يحبونه وفي الضفة الغربية يحبون الأحزاب الموحدة التي على قلب رجل واحد لكن إلى حد الآن أنا مرتاح لفكرة أن ثم التيارات تدخل داخل حركة فتح وتقودها إلى البرلمان غير مجتمع وربما الاجتماع الآن هو داخل كبة البرلمان هذا كلام كبير نوعا ما خلينا في فتح الآن متشضية كما قلت ويعني أخرج القدوة بر فتح فهذا ليس تشضي هذا انقسام قد يكون انقسام وقد يكون تشضي ولكن أنا في مداخلتي أرى أنه هذا بات حتمية على الأجيال العربية الجديدة في الأحزاب السياسية لا يمكن المضي في عشرات السنوات في حزب واحد موحد بهيئات قيادية متكلسة وربما يكون التمرد داخل فتح إشارات إلى ديمقراطية وإلى تعددية واختلاف صحيح أنه لا يرضي الجمهور والذين سيستمعون إلى هذه الحلقة لن يرضيهم هذا الكلام ولكن هذا حتمي على فتح لأنها تريد أن تجمع كل ألوانها وكل أصواتها خليني أفسر كلامك تفسير أعتقد أنه مبسط يعني فتح لن تبقى فتح كتلة واحدة ستكون عدة أحزاب هنا يحصل بينها ائتلاف في البرلمان ويصبح النظام برلماني ائتلافي هل هذا ما تقصد؟ هذا ما أقصد بالضبط أن يكون لفتح ويأني لكن عندنا مشكلة الرئيس في وعي الفلسطينيين أنه يجب أن يكون هناك رئيس هناك رئيس بيده زمام كل الأمور هذا كان في عهد عرفات وهو في عهد أبو مازم هل سنستطيع أن يكون رئيس الوزراء ومنتخب من البرلمان فيكون بيده سلطة حقيقية؟ أنا برأيي ثمت تغيرات كثيرة دخلت على المجتمع الفلسطيني ومن الصعب الكبول بفكرة أن الفلسطينيين تعودوا على زعيما وحيدا آخر هذه الطبعات كان ياسر عرفات أنا برأيي ومحمود عباس بالكاد يثبت في هذه المقولة وهو أصلا طرح نفسه من بوابة ديمقراطية وعليه أن يقبل بهذا التحول الديمقراطي الذي يبحث فيه الفلسطينيون عن أكثر من مخرج وعن ديمقراطية للمجموعة وديمقراطية للحزب التشضي الذي يحدث داخل فتح أنا برأيي ضرورة حتمية لكي يعبر عن كل أصواتها صحيح أنه غير مقبول على الشارع الفلسطيني ولكن هو التحديث السياسي الأكثر طلبا للحزب السياسي الذي اسمه كررت أنه غير مقبول كأنك تقصد غير مقبول على الشارع الفتحاوي لأن الشارع الفلسطيني ليس فتح وحدها أنا لا أعبر بصراحة عن داخل فتح ولا أعبر عن جيلي فقط ولكن أخذ معتقداتي من شارع فلسطيني بدأ في العشر سنوات الأخيرة يتعدد وتأثر بفكرة الربيع العربي ويتأثر بفكرة الجار الإسرائيلي وتأثر بالفكرة الديمقراطية العالمية هذا يملي عليه أن يترك الكلاسيكية السياسية التي ترى أن الكوة في حزب سياسي واحد وموحد يقف خلف رجل واحد ورئيس واحد صحيح نحن مع الدولة الواحدة والسلطة الواحدة والسلاح الواحد والنظام الواحد لكن ثمت مساحة للتعددية قبل الوصول إلى هذا الهدف الأخير تحت قبة البرلمان الرهان هناك في البرلمان عندما نتفاوض على هويتنا العلمانية هويتنا القانونية احتياجاتنا مشاريعنا وهذه لن نختلف فيها سواء كنا فتحويين أو حمسويين أنا حتى هذه اللحظة قبلان وحتى في ساعة تسجيل هذا البرنامج الذي تتشتت فيه فتح وتذهب بأكثر من قائمة إلى لجنة الانتخابات المركزية أشعر برضا ولا أخاف على مستقبل فتح من الانكسار والتحدم بسبب التيارات التي سجلت للانتخابات المقبلة فتح وحماس ليسا فقط حزبين أو حركتين سياسيتين انتخابات برلمان لا هما حنفية رزق ارتزاق إنشئت في مئة وسبعين ألف موظف يرتزقون من حكومة تمسك بها فتح الأمر أعقد من مجرد أحزاب ماذا سيحدث لهؤلاء الموظفين إذا جاءت حكومة غير فتحاوية مثلا أنا أتفق مع التحليل أن الحياة السياسية الفلسطينية مجموعة من المصالح كما قلت مجموعة من المصالح داخل حماس ومجموعة من المصالح داخل فتح ولكن حتى هذه المصالح حتى هذه المصالح هي روح البناء الرسمي الفلسطيني الناس يبحثون عن وظائف ثمت أحزاب تتنافس وتقول أنا سأدبر هذه الحقيبة المالية سواء كانت فتح أو حماس هذه الواقعية الفلسطينية وهذا ما يجب أن نقبل به وشيء آخر المال الذي يأتي من الخارج فلسطين لا تعيش بما تزرع وما تنسج الحياة الفلسطينية غزة الضفة تأخذ البال من الخارج إعانات من دول كبرى ودول عربية وهذه لها شروط فالحياة الديمقراطية الفلسطينية لن يقبل بها بعض من يمولنا ما رأيك؟ أنا برأيي هذا قدر أصاب الفلسطينيين أن يتلقون مساعدات من الخارج ولكن لو قسنا حجم اجتهاد الفلسطينيين اليومي في أحزابهم وفي حكوماتهم وفي جامعاتهم هم مجتهدون أنا برأيي ويحصلون كوت يومهم وأثبتوا في العشر سنوات الأخيرة في أكثر من حكومة أنا من الأصوات النقدية للسلطة الفلسطينية ولكن أنا لا أقبل بالتفسير الذي يقول أننا عشنا على معونات العالم فقط كان ثمت محاولات فلسطينية جادة من الفرد العادي ومن المجموعة سواء كانت دينية أو غير دينية للاستقلال وبناء الدولة لكن نحن أمام قدر كبير اسمه أن نعيش دولة تحت الاحتلال وأن ينتظر العالم طويلا علينا في مرحلة أننا دولة تحت التأسيس وأن تنتصر إرادة إسرائيل في المجتمع الدولي ونبقى في الصف الخلفي لكن أنا لا أقبل بفكرة أننا نعيش فقط على معونات العالم نحن نحاول ونجتهد والمستقبل أمامنا ولا يمكن أن نستسلم لمقولة أننا نعيش من فم العالم لا إحنا لدينا ما نكون به وأنا برأيي نحاول ونجتهد ونمشي إلى الأمام وهذا يعني سنحصده في المستقبل آمل أن يكون الحصاد الفلسطيني غنيا في المستقبل نأمل ذلك صالح مشارقة الصحفي الفلسطيني شكرا لك